بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الأزاء طالبة وطالبات الصف الثالث السنة والزراعي مرحبا بكم مرحبا بكم في تاني حلقة وفي تاني حلقة وفي تاني لقاء معكم في برنامج في بيتنا مدرسة اللي حضر معنا الحلقة اللي فاتت أكيد شافحنا رجعنا كلمات تخص الوحدات من الوحدة الأولى حتى الوحدة الستة أحد تلوحدة الخمسة النهاردة إن شاء الله معنا مراجعة جديدة في جرامر في موضوعات تخصكم في ترجمة في بعض الدائلوكس إن شاء الله هنبدأ معنا هنراجع زي ما نحن شايفينه النهاردة كده على ما يخص الجرامر اللي يخص الوحدات اللي بقية من يونت سيكس حتى اليونت تان أول حاجة هنراجعها معنا في الريفجين النهاردة بعض نقاط الجرامر اللي بدأت بي الجمل دي هتنعم مع بعض كده إن شاء الله نحاول نحل ونقرأ معنا في الجرامر بتاعنا أول مجموعة معنا نقرأ مع بعض كده بقول لي بقية قدامنا كلمتين تكرروا في التالي جمل كلمة بايتو تايم وكلم وتوين وده بيفكرنا إن إحنا هنراجع أيوة أنا سامع ناس نتكلم على زمن اسمه الباست بيرفكت الباست بيرفكت وعلاقته بالباست سيمبل اللي بيتكلم على زمنين حدثين حصلوا في الماضي فدايما الحدث الأقدم اللي بيحصل الأول بنحطه في زمن الباست بيرفكت والماضي تام وفاكرين كلنا الباست بيرفكت كومني أيوة من هاد بلاس باست بيرفكت سيمبل هاد زي التصريف التالي بدأت أي معناه قبل بما إن إحنا قلنا الحدث الأوال أو الأقدم ماضي تام والتاني ماضي بسيط إذن من الأقدم هنا بولي قبل أن أتصل به كان قنغادرة يبقى الحل عندي عندما وصلنا للمطار الطائرة وإحنا هنا وين دايما بتيجي معها أكتر من زمن زمن شفناها وبيجي معها وبيجي معها أزمينها كتير ولكن دايما معها هنا في الحدث الثاني بعدها فينه جت يبقى اللي بقى عندي مين الحدث الثاني الحدث الأول هو مين أيوة هاد جون في الجملة دي عندي اختيارات جت ولا هاد جت ولا جت ولا جت موجود عندي في موجود هاد ايتن ده البست بيرفكت اللي هو الحدث الأول اللي بقى عندي هاختروا الحدث الثاني والحدث الثاني دايما بيكون ماضي بسيط اللي هو الفعل في اخر ايدي او بياخد التصريف التاني من التصريف التاني اللي هنا اللي هو ايوة جوت طيب ننبر فور نشوف المجموعة اللي بعدهم كده ونقراهم دول علا ايدي ايدي قد ينشره ايدي 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 لا يعتقد التصريف because he space any of the guests before didn't meet hadn't met doesn't meet hasn't meet number four but when اللي بعد وين ده من الحدث قلنا الحدث الثاني يعني الاحدث حاجة وقعت فبالحادث الاول موجود هنا في مين هاد مت يبقى انا اقصى عندي الباست سيمبل من الباست سيمبل اللي هنا سي ولا سيز ولا هاد سيم ولا سو يبقى الحاجة بس سيمبل اللي هو التصريف الثاني اللي هو سو وانا يسوهم يعني عندما رأيته تذكرت او عرفت ان انا شفته قبل كده وبعدا فينا كلمة لو احنا خدنا بالنا منها لها كلمة بفور بفور معناها قبل من العالمات اللي بتديني اشارة ان فيه قبلها باست بيرفكت زمن ماضي تان نمبر فايب اللي هي دي دينت لايك بارتي بكوز وبكوز ايضا خلي بالي حتى لو ما عنديش هنا وين او بايضا طيب بكوز دايما بتتكلم عن السبب والسبب يحدث قبل النتيجة فدايما ييجي بعدي بكوز الحدث الاول اللي هو ماضي تان من الماضي التام اللي موجود عندنا في الجملة هل هو دينت ميت ولا هادنت ميت ولا دازنت ميت ولا هازنت ميت ايوة اللي هو هادنت ميت اللي هو باست بيرفكت طيب اللي بعدها المجموعة اللي بعدها نقرأ معنا كده ونريت زي ما المره اللي فاتت معنا ورا وقلم ونكتب بل اذي بي ات هوم بكوز دايلايت ايز اون can't ولا might ولا must ولا maybe he American, he doesn't speak English might, must, should, can't you have been traveling for 20 hours you be really tired mustn't, can't, might, must هنا تنقلنا النقطة تانية خالص في الجرامر بتتكلم على حاجة اسمها الديدقشن الاستنتاج يعني انا ازاي هاختار عليه اساس يريت لو بصيت معايا انا على الورقة هنقول احنا هنرجع هنا حاجتين مهم من ايه انا لو متأكد من شيء انا لو متأكد من حاجة معايا وهشرح معايا هكذا وانا متأكد من حاجة اتكلم عليها والايه طيب متأكد انها تكون طيب معايا كده لو بصينا في الورقة معايا كده لو انا بسأل السؤال ده اللي بقول what is this سؤال بسيط بسأل ما هذا انا رسمت الشيء ده كده وبسألكم ايه ده ناس كتير هتقولي انا عارف ايه ده يطلع حاجات كتير يطلع دائرة circle يطلع face وجه يطلع حاجات كتير معنى ان انا not sure مش متأكد يعني هتردها هتقولي I am not sure انا مش متأكد بما انك مش متأكد هتقولي بقى ان هذا الشيء ربما يكون هنستخدم هنقولي it might it might be the sun ايه اللي sun اه انا شايفها الشمس ربما تكون الشمس ربما تكون فيه سيبقى انا عندي هنا it might بستخدمها لما يكون not sure I am not sure لكن لو رسمتلك الرسمة دي نفس الرسمة بس هضيه عليها بعد الحاجات هتزود تأكد تعالوا معايا شوفها كده لو انا الرسمة دي نفسها رسمتها كده وزودت هنا الشرطة دي كده دي دي بقى دي كده وسألت نفس السؤال وقلت what is this اه هنا درجة تأكد بتاعتي ازاي ديت فهتقولك I am sure انا متأكد متأكد انها it is the sun انها تكون الشمس يبقى انا متأكد انها الشمس بدل ما تقولوا لي I am sure it is هستعين بكلمة واحدة ليه من must be يعني اذا كنت متأكد ان هذا هو الشيء هقول it must be the sun من المؤكد انها الشمس يبقى انا بستخدم الفريز اللي عبارة بتاعتليها must be دي عشان اقول ان انت متأكد من هذا الشيء it must be the sun طب انا متأكد ان هي مش الشمس ازاي؟ طب انا عايز ارسم الرسمة تاني نفس الرسمة وهرسمها معايا كده وهسأل السؤال واقول what is this والناس تقول لي ايه ده هل هي دي الشمس؟ هل دي الشمس؟ هل انا متأكد ان هي الشمس؟ لا مش الشمس طبعا انا متأكد بس هي انا متأكد ان هي ليست الشمس يعني انا متأكد بنافئ انا متأكد ان هي ليست الشمس يعني حال كونه متأكد من شيء معين انه ليس كما يظنه لبعض متأكد ان هو مش هو متأكد ان مش ده الشمس يبقى بدلا المقول I am sure it isn't هجيب نفيه مصد بي يا طرى بقى نفيه مصد بي ما هيش مصد انت بالتأكيد هي مين اللي هيستخدم حاجة اسمها can't be يعني هقول ايه it can't be the sun من المؤكد انها لازلت الشمس لو طبقنا التلات افكار او التلات مفهوم اللي عندي اللي انا متأكد من شيء هقول must be متأكد ان هو كانت بي مش متأكد خالص هقول I am not sure تعالي نشوف الجملة number six number six بتقول ايه they be at home هم في البيت متأكد ان هم في البيت ولا مش متأكد فهنا في فريز بقولي because the light is on النور منور والشقة منورة يبقى التأكد بتاعي يقول اللي هنا can't be ولا might be ولا must be ولا may be ايوه سمع ايوه متأكد فعلا ايوه must be number seven بقول لي he be American انا بتنبأ الشخص ده امريكي ولا مش امريكي قال لي he doesn't speak English ما بتكلمش انجليز يطلع امريكي ازاي انا متأكد ان هو ليس امريكي يبقى هاستخدمنا في must be اللي هو مين بايوه ايوه can't be واحد بيكلم صاحبه واوي بيكلم شخص ما بقوله you've been traveling for twenty hours انت مسافر بلك عشرين ساعة واحد جاي من صفر عشرين ساعة يبقى كن ان هو متعب انا متأكد ان هو متعب ولا مش متأكد انه ليس متعب ولا مش متأكد خالص قال لي لا بقى انا متأكد بس بالنفي ولا بالاسبات بالاسبات ده بقى له عشرين ساعة مسافر يبقى كده يبقى كده نبص على كده مع بعض number nine بولي دي for over 30 years في المجموعة دي احنا هننعمل خليط من الازمنة من مضارع بسيط من ماضي بسيط مضارع تام بسيط present continuous مضارع مستمر مضارع تام عشان نشوف الجملة دي بتعبر عن اي زمن واختار اي واحد تعالوا نشوف number nine وتن واليفن number ten بولي he four prizes for writing and he is only twenty five يعني هو نال او حصل على فهز بخمس جواز هو لسه عنده خمس وعشر سنة هل هو لاز وون ولا وون ولا وينز ولا هز بين وينن number eleven بل اذا مومنت they a new factory build are building have built have been building number nine بالمعلومة بتقول لني cattle feed اللي وعلا في المعاشي هم بينتجو for over thirty years لأكتر من ثلاثين عام بقى لهم أكتر من ثلاثين سنة بينتجوا عالف للمواجي and will continue وهيستمروا لسنوات كثيرة يبقى حاجها فدأت في الماضي والما تستمر حتى الآن وستستمر يبقى ترى اخد هنا اي واي 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 اسمها present perfect continuous اللي بتكلم فيها على الخبرات اللي هومين بقى have been producing المدة اللي استغرق عملها. نال لهم. خمسة اربع جوائز على الكتابة سحصل عليها. وهو لسه عنده خمسة وعشرين سنة. هنا بتكلم على الخبرات. بس انا بتكلمش على المدة اللي قطعها في الزمن. في اداء هذا الفعل. ولكن انا بقول ايه اللي انجزه? ايه العمل اللي انجزه? ولسه ممكن ننجز غيره في الحالة دي اتبا استخدم اللي هو المضارع التام البسيط. المضارع التام البسيط اللي هو انا مين? ايوة. هاز ون. نمبر اليفن. ايوة في ناس فاكرة. ما شوفها اطول. اذا مومنت. يفكرك باي زمن? في اللحظة دي. لسن. ناو. بتقول لي ان الكلام ده بيحصل دلوقتي لسه مستمر. لسه موجود. بيحدث. يبقى اذا مومنت دي. في اللحظة دي بيبنو مصنع جديد. البرزنت كانت تاني وسط المضارع المستمري هنا. اللي هو مين بقى? بيلد ولا ار بيلدينج? ولا هاب بيلد ولا هاب بين بيلدينج? هيقول لي البرزنت تكون تاني وسط مضارع مستمري اللي بيكون من ام او از او ار. والفعل اللي بين تايب اي ان جي. طيب هنا الجامع ياخد ار. ممتاز. نشوف المجموعة اللي بعدها. ونشوف الازمة انا هستخدمها. اللي معانا هنا. نقرأ بقول اللي يختلف. اللي سمير طالعا بن فجل. نقرأ. اللي سمير العام دولارز ان ناينتين ناينتي ايت يعني هما استلموا قرد بالقيمة ديات من ريسيف ولا آر ريسيفينج ولا هابين ريسيفد ولا ريسيفد تاني لما نكلم على التنسز الأزمنة يبقى المعنى والوقت بيوصلوا لي من خلال التنس يعني زمن الجملة اللي أنا باستخدومه عشان يوصل لي معنى معين في الجملة اللي بقول لي مستر سامير هو الكارنت شيرمان هو الرئيس الحالي للشركة عايز أقول لي أكون طب هو حالي عن هتقول لي إز نحطه في بس ستوب خلي بالي هنا بقى الفعل اللي هو آم وإز وآر بقى نفقش حطه مضارع مستمر أجيبه بشكل اللي هو المضارع اللي هو إما آم أو إز أو آر ومع سامير المفرد هاستخدم مين ينفع إز ولا إز بين أو الإز هو لسه يبقى آم وإز وآر وفعل مضاف إلى إن جي ما عاد وما يماثله طب نمبر تيرتين رقم تلتاشر بتنتج حوالي عشرة آلاف لتر من الحليم يطرى كل العبارة بتاعت بيفكرنا بيه أيوة دي حاجة عادة بتحصل النهاردة بكرة على طول هل ده معنان هو مستمر حد بيقول لي ده مستمر لا 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 ده بتكلم عن حاجة بتحدث بشكل متكرر يبقى ده اسمه المضارع البسيط مين فاكر بقى المضارع البسيط المضارع البسيط عبارة عن كلمتين مضارع بسيط اما الفعل بتاعي يبقى في المصدر اما الفعل بتاعي هينتهي بحرف الاس سواء اي اس او اي اس او اس بس مين بقى هنا الكامباني مفرد والمفرد بياخد الفعل المنتهيب اس اللي هو هنا مين ايوة عرفه على طول أمة يبقى الشركة بتنتي كل يوم بكرة ومبارح وكل يوم نمبر فورتين ساعة ما شوف تاريخ في الماضي على طول حد اعرفها على طول تاريخ ماضي وقبليه حرف الجر ان يبقى ده بس سيمبل بس سيمبل حاجة انتهت اصبحت ذكرى في الماضي خلاص ايه اللي بيعبر على البس سيمبل هنا هل هو ريسيف ولا ار ريسيفين ولا هبين ريسيفد ولا ريسيفد هيقول لي ريسيفد بس لانه بس سيمبل اللي هو الفعل المنتهيب ايدي طيب نشوف المجموعة اللي عندنا اللي بعد كده بنتكلم فيها عن الفوكابل الفوكابل اللي بيخص المجال اللي انا فيه بيقول لي احنا الكلمات اللي هنخدها النهاردة مرة هنجاوب عليها في شكل نختار الكلمات اللي قدامنا من المجموعة اللي معنا ديات بيقول لي نكتب كده نمعايا بيقول لي بوردينج بريدينج برودينج بيرنينج سبيس اند الدرينكرز مست بي فلد ريجولارلي ده بتكلم على الفارم التربية الدجاج وبقول لي بريد الفترة بتاعت ما فاكرين تشيك يعني اه تشيك واحد يعني كتكوت تشيك الكتكيت فترة اين الكتكيت اللي هي ما بين وان دي عمر يوم لعمر اربع اسابيع بسما فترة ايه ايوة فترة الحضانة الكتكوت حضانة فترة حضانة الكتكوت اللي هي ما ايوة برودينج ايب هنا اختار كلمة برودينج بريد طب نمبر تو بولينا اند الدرينكرز مست بي فلد ريجولارلي يجب ان يملقوا بشكل منتظم او ان الكتكيت ستموت هاي الكتكيت هتموت من قلة الشرب وايه تاني ايوة والتغذية يبقى فينا هنا قالب السرب ويها الكتكيت وحاجة اسمها العلافة ليه مين ايوة ايوة فيدر طب نشوف المجموعة اللي بعدها يبقى هنا اخدنا فيدرز فينتليترز لية التهوية ييترز التدفئة كولر ما تنفعش التبريد يبقى اخدنا فيدرز المجموعة اللي بعدها نمبر ثري تنفعش التبريد تنفعش التبريد تنفعش التبريد تنفعش التبريد نمبر 5 تنفعش التبريد جيف البيضة الايج. مكوناتها عبارة عن ايه? فيه يولج وويت وشل وبيك. قبل ما اكل البيضة مضطرة اكسر ايه اللي بكسره عشان اكل ايه واسمعت اه القشرة بتاعت البيضة. ايه ايه بقى? ايه المقصود بقشرة البيضة هنا? ايه الشل. لو انت بتربي دجاج. اف يو في ديور لو غزيت مين كويس. البيض لان يكسر بسهولة. لما مين المسؤولة على انتاج البيض في مزرعة. الفرخ نهي من اي نوع ايه بسمها ايه? ايه الفرخ اللي بقوله على الفرخ البيضة اللي مختص اللي هي ايه? ايه الليارز. ومتخدم من الفعل اللي هي اللي طبيت وحطي الايار ليارز. نمبر فايف. الناس اللي بتعامل مع مزارع الدجاج. يمكنهم ان يعطوا امراض. ايه بيسبب فيه نقل الامراض للدجاج عشان كده لازم يحصلهم بتعقيم. نقل هنا بقى ايه ايه ايه? ايه باس. نشوف المجموعة اللي بعدها. نمبر سكس. this company has a central unit with a capacity of five thousand tons. strange, storage, strong, stranger. is the most important consideration of any factory. quantity, quarter, quality, character. في شركات الانتاج اللي بتنتج زراعة وتصدر. اي شركة لازم يكون عندها حاجة اسمها central unit. central. وحدة مركزية الايه? والكباسة الساعة بتاعتها حوالي five thousand tons. حوالي خمس تلاف تون. يبقى وحدة مركزية وساعتها خمس تلاف تون. الوحدة اللي ايه? هالي strange غريب. storage ايه والتخزين. strong ولا stranger? يبقى ايه انا سمعت حاجة ايه? اه storage وحدة تخزين. نمبر سيفن. واللي is the most important consideration. اهم اهتمامات any factory. اي مصنع بشتغل في التصنيع. اهم اهتماماته انه هو يركز على quantity. الكمية. quarter. الربع. quality الجودة. character الشخصي. اكيد الناس عرفت الوحدة. لازم يكون مركزين على حاجة اسمها quality الجودة. جودة السلعة اللي بنتجوها. نشوف المجموعة اللي بعدها. نمبر ايت. farming products are transported in trucks to the plants. processing 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 processing. companies have a or an department for checking all the raw materials. protection, training, storage, inspection. farming products المنتجات الزراعية. transported. بتنقل ايه والشاحنات الكبيرة. ده يعني اي منتج زراعي قبل ان يوزع في المحلات الصغيرة والمحلات التجزئة والجملة. لازم تحصل له عملية تجهيز. والتجهيز ده بيحصل في حاجة اسمها plant. هنا plantis مش نباتات على فكرة. plantis معنا هنا مصانع برضو. مصنع. يبقى مصانع اللي ايه processing ولا processing? ايوة. مصانع عملية تجهيز اليمين processing. processing plantis عمليات او مصانع التجهيز. number nine companies اي شركة او الشركات عموما عندهم department قسم. القسم ده مسؤول عن ايه? checking all the raw materials. دايما هو ليه بيتأكد? بيفحص كل المواد الخامل اللي بتوصله. يبقى بيفتش على الراخل واللي خارج. يبقى قسم الايه? ايوة للتفتيش. هل هو بتفتيش بقى protection storage training inspection. ايوة inspection. قسم التفتيش. نشوف المجموعة اللي بعدها. نمبر 10. our products are grown. المنتجات بتاعتنا بتنتج. locally, globally, internationally, universally. fish farms is the supply of certain popular kinds of fish. sure, sure, ensure, share. نمبر 12. fish is an important part of food production. احنا دخلنا بقى في الوحدة اللي بتتكلم على تربية ومزارع الاسماك. فبقول لي في الاولية زراية. our products. منتجاتنا بتزرع. هي منتجاتنا. يبقى هنزرعها فين? هل هي? اه هنزرعها محليا حد يقول له. ايه الكلمة اللي بتديني محلي? يعني نزرعها في نطاق بتاعنا المحلي بتاعنا في بلدنا. هل هي locally? ولا globally? ولا internationally? or globally? ايه. ايه. يبقى locally محليا. فش فارمز مزارع الاسماك? الفائدة منها? واهميتها موجودة عشان تعملي بتزودنا حاجة اسمها certain. التزويد ل certain popular kinds of fish بتضمن لنا. تضمن لنا وصول انواع معينة من السمك. تضمن لنا لتؤكد ايه? الكلمة اللي بتمعناها تضمن لنا الكلام ده? هل هي sure؟ ولا sure؟ ولا insure؟ ولا ولا شير ايوه انشور. number 12. fish is an important part of food. production. من اهم مصادر انتاج الطعام سمك اللي بقى اه تربية الاسماك او الزرق. التربية هنا معنية بقى تربية السمك اللي هي ريدنج ولا ريرنج ولا كاتشنج ولا كيبنج لتر سي ريرنج فش اللي يتربية في مزارع الاسماك. نشوف المجموعة اللي بعدها. number 13. fish eggs and the fry are kept in a pond, bakery, freezer, hatchery. people stopped for food and began to produce food. traveling, stop the traveling, stop the farming, hunting, shopping. number 15. fish food is prepared in the form of pellets and roads وفي سبيس قبلها. granules, grapes, powder, liquids. تاني معها fish eggs and fryers في مزارع السمك اللي هي بيد السمك والfryز زريعة اللي بني عليها زريعة السمك. are kept in بتحفظ في مكان بيسموا المكان دي اللي هي اه مفرخة المفرخة بتاعت السمك اللي هي بقى ايه هل هي البند ولا البكري ولا الفريزر ولا الهاتشري ايه الهاتشري اللي هي مفرخة السمك. people stopped. الناس من قديم الازل توقفوا عن شيء. وبدأوا يزرعوا وينتجوا طعامهم. and began to produce food. يبقى توقفوا عن الصيد. ايه هو الصيد بقى? اللي هو hunting. number 15. فش food. اكل السمك اللي بنأكله في المزارع is prepared. بيتم تجهيزه وتحضيره في اشكال مختلقة. اما في شكل بلتس ليه كريات صغيرة او روز او الشكل التالت اللي عندنا اللي مش مش موجود نختاره اللي هو ايه اه حبيبات. حبيبات اللي هو المقصود بقى جرنيولز. يبقى لو قال لي السمك اكله بقى اما جرنيولز او بلتس او روز. المجموعة اللي بعدها بيتكلم على حاجة terminology اللي عندنا. والسؤال بيجي بشكل مختلف شوية. وامطلب منني اكمل مننا. اكمل الجملة. هادينا اه سبع كلمات وست جمل. السبع كلمات هكمل بياخد منهم ست جمل. هنكمل ست فراغات اللي عندنا. يعني مثلا هن عندنا ال number one. هنقرأ معنا كده الجروب الاول. المجموعة الاولة. هنا في خمس كلمات وفيها سبع. خمس جمل ومعنا سبع كلمات. الكلمة الاولى. واشد. ديليشيس. ترانسبورتد. انسبكشن. ابتو ديت. هولسيل. برشيزد. برشيزد. في حاجات شفناها في اللي تشوز قبل كده. والحاجات التانية نشوف مع بعض كده. طيب نقرأ الجمل اللي معنا اللي. number one. the potatoes are to the market by truck. number a. a shop sells goods to other businesses. this food. this is absolutely it's the best food I have ever had. number four. the manager is doing and to check all the safety equipment. number five. this is the most space equipment in the world. تعالوا نشوف number one bullet. ده بوتيتوس محصول البطاطس. بيتم ايه? to the market. الى الاسواق او سوق بواسطة الشاحنة. بيتم من نفوق. ايوة. يتم نقله يبقى are transported. يتم نقله الى سوق ويبقى transport معناها ينقل. شوب المحل اللي هو sells goods بيبيع البضائع لشركات. مش بيبيع الناس business يعني محل. بسميها تاجر ايه بقى هنا اللي هي ايوة? الجملة. اللي هو مصنع الجملة اللي هو بسميه بقى a whole sale. تاجر المدير بيقوم بعمل شيء. الشيء ده ليه? to check all the safety equipment. عشان يتأكد من كل معدات الامان. فبيقوم بعمل شيء. الشيء ده ليه? to check all the safety يعمل حاجة اسمها ايه ايوة تفتيش. inspection. number five. بقى لنا كلمة من التلاتة بقى لنا عندنا. this is the most equipment in the world. المعدات ديت اه احدث معدات. احدث اللي ايه? up to date. it is up to date equipment. المجموعة blocked. fresh water. fry. breed. hatchery. sea water. مرة علينا كلمتين من الكلمتين اللي موجودين السابق بقى اللي قدام. اللي هي hatchery و fry. عشان نكمل بهم الجملة اللي قدام دي. number one. الجملة اللي قولها بتقول لي. if a fish lives in rivers. it is called a fish. ده نوع من السمك بيعيش في الانهار. قطالها هنقول له هنا بقى. number two. there is a of fish in european seas. في البحار الاوروبية. السمك اللي هناك ما له. number three. the water isn't coming through. because the pipe is. number four. space the Japanese fish in a bond in their garden. number five. a young fish is called a. number six. a is a place where fish are bred. مكان بير. عشان نشوف الاخبار المعاني اللي هتناسب الجملة عشان نكملها. بقول لي. if a fish lives in rivers. لو السمك بيعيش في الانهار. بنسميه سمك اللي هي ايوة سمك المياه العزبة. اللي هي بقى هنا خناخد من كلمة ايوة. fresh water. number two. there is a of fish in european seas. في بحار الاوروبا. مشكلة السمك النفاع اسمها ايوة. 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 نادرة. scarcity. scarcity. ليه? لان الصد هناك بيتم بعمليات ضخمة. فاصبح قلة. ونادرة في السمك في البحار الاوروبية. فبدأ ينزلوا يصطادوا في البحار التاني. the water isn't coming through. يعني المية مش وصلة لنا. because the pipe is. المسورة اللي مدخلة للمية منها. ملها. المية مش وصلة ليه? ايوة. مسدودة. مسدودة. ايه الكلمة هنا اللي تديني معنا مسدود. شيء مسدود. ايوة. blocked. number four. they japanese fish. سمك ياباني. in a bond. في عندهم bond. بيركاس ويرى. in their garden. بيعملوا السمك. بيربي السمك. ايه الكلمة اللي معناها هنا. يربي السمك تاني. هل عندنا كلمتين ايوة? they breed. يربي سمك. number five. young fish. السمك الصغيرة لسه. لسه. is cold. ايه. سمك الصغيرة بنسميه ايه. سمك الصغيرة بنسميه ايه. ايه. fry. ليه زريعة. number six. بقى كلمتين هاخد منهم كلمة. is a place where fish are bred. مكان اللي السمك يربى فيه. ايه. هاتشري اللي هي المفرغ. طيب. ده كان الترمينولوجي. المجموعة الثالثة اللي فيها. بولي. fill in this place with a word from the list. slaughter. feather. اوستريتش. endangered. mature. captivity. edible. نقرأ مع بعض الجمه اللي بولي. that is the largest bird in the world. اكبر طائر في العالم. if an animal is fully grown it is the butcher came to to sheep for the feast. some kinds of tiger are number five. wild animals in a cage or a zoo live in. some kinds of mushroom are not. تعال احنا شفنا الكلمات اللي الفوق معناه ايه. slaughter. حد يفكر slaughter. ايه معناها يذبح. feather لو الريش. ostrich. طائر لو ايه النعامة. endangered. اللي هو معرض للقطر. mature. word. ناضج. بالغ السنر. captivity. اللي هو الاسر. edible. صالح. للاكل. طبعا نحطها في الجمل بتاعتنا بقى كده بقول لي. that is the largest bird in the world. اضخم واكبر طائرة في العالم دلوقت مين? the ostrich. اللي بنسميه ايه. ايه? ايه. 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 اتز ماتيور. كامل المرحلة الستنية بتاعته. the butcher. the butcher. came to. جي الجزار عندنا في العيد. عشان عندنا اه. خرفين. يعمل فيهم ايه? اه يذبح. يبقى تو slaughter. يبقى slaughter هنا معناها يذبح. محادش قول لي kill. مش بيقتل. some kinds of tiger. بعض انواع النمور. في هذه الايام. معرض للخطر الانقراض اللي هو ايه بقى كلمة are endangered نمبر 5 wild animals الحيوانات البرية اللي موجودة هنا كيرش سواء في قفص والرزو فهذه الحيوانات بتعيش في حاجة اسمها حياة الاسر مش حياة اللي يتعود عليها في ال wild life بنسميها captivity بعض انواع المشروم ما ينفع شكله يبقى اي شيء عايز اقول عليه غير صالح للاكل بنسميه بقى not edible يبقى edible معناها صالح للاكل not edible يعني غير صالح للاكل نشوف اللي بعده معنا اللي معنا تلت محادثات dialogs عسن نتطرب على dialogs خدنا المرة الفاتت محادثة واحدة وعشان قلنا لما نحل dialogs لازم يكون عندي مهارات معينة انا متمكن منها ليه ازاي اكون سؤال وازاي اجاوب على السؤال من السؤال نفسه المحادثة اللي معنا دلوقتي يقول لي ده manager ومعه موظف جاي اسمه احمد في المناجر بقول له جدموني مستر احمد يو ارسوليت انت متأخر تم احمد هي اه هيعتذر يبقى صيغة الاعتذار ازاي عشان اعتذر عن حاجة والمناجر هيسأل عن سبب قال له the traffic was so bad المرور كان حالته سيئة جدا جمال اللي هو هيرد عليه يقول له ايه اللي هو المدير طيب number one بقول له good morning mr. احمد you are here قال له i am sorry في الاعتذار يبقى لما اعتذر عن شي يقول i am sorry حرف الجار اللي بيجي معه بعد sorry for i am sorry for being late اسف لتأخر قال له why are you late طب انت اي سبب تأخرك قال له the traffic was so bad رد عليه زميل قال له كويس never mind never mind you are here كويس ان انت وصلت الان the next one المحادثة التانية the missing parts in the following diyalog عزيني نكمل الاجزاء النقصة اللي عندين هال المحادثة دي نكلم بين sabri مستر جمال come quickly خالد has had a terrible accident المانجر رد عليه sabri قال له he is in the dairy factory في مصنع الالبان المانجر سأله سؤال sabri قال له he got an electric shock حصلت له صدمة كارابية المانجر قال له how is he now طب هو عامل يدي الوقتين السؤال number one اجابت بوله he is in the dairy factory يعني معلومة عن مكان يبقى هسأل عن مكان بأداة استفام اسمها ايه اين والفائد المساعدة اللي موجود عندي في الجملة هنا مين is يبقى he is in the dairy factory كان بقول له اين يموه الان هو فين يبقى هسأل where is he now قال له he is in the dairy factory السؤال التاني كانت اجابته he got an electric shock بوصف لحالته ايه اللي حصل له بنوان على سؤال كان هو بيسأله ما الذي حدث له ماذا حدث له اللي هو what happened to him ماذا حدث له نمبر 3 how is he now بيسأل طب هو عامل يدي الوقتي كيف يبقى يشرح له حالته يعمى هو مصاب بخير عنده فيه مغمى عليه فاقد الوعي عنده صدمة كهربائية حصلت له صدمة يبقى له he is alive هو على قيد الحياة but unconscious لكنه فاقد الوعي الان المحاسة اللي بعدها سابلاي دي سهلا بولي ثابلاي the missing parts in the following dialogue نقر كده مع بعض حسن i have been to the agriculture museum in Giza حسن how did you go there علي yes i enjoyed it this is a typical دي محاسة نمطية انا جبتها بالذات عشان نشوف ازاي هكون سؤال يعني انا لو بكون سؤال هبص قدامي كده على الاجابة واشوف المعلومة اللي عندي مكان ولا زمن ولا شخص فاختار اداة الاستفهام طب لو لقيت عندي yes or no يبقى انا في الحالة دي اذا ما قلنا لكده ما ننساش هبدأ بالفعل المساعد عشان نسأل سؤال معناها هل فانا بيقول لي i have been to i have been to لو احنا فاكرين معناها رحت ورجيت يعني زرت لما قل لحد i have been to the school i have been to the market يبقى انا كنت هناك ورجعت يبقى كانوا بسأله اين كنت لان هنا ميوزيوم مكان هيسأل هنا يبقى where فين الفعل المساعد هنا have الفعل المساعد have هيسأل ب have i احولها الى u يبقى له انا ايوة where have you been to يعني انت كنت فين الاجابة كان في المتحف الزراعي يعني زار المتحف الزراعي اللي موجود في الجيزة يا طيب طب انت رحت ازاي how did you go there هاو هنا بيسأل عن وصلة الموصلات يبقى هسأل عن وصلة الموصلات اي سأل هبدأ بقيت استفام احنا عارفين بنحزف اداة الاستفام والفعل المساعد بقدمه على الفعل لكن لو عند الفعل المساعد اللي قدام هنا did did بحزفها ويو بحولها الى i ورجع الفعل الاساسي اللي هو هنا بخليه في زمن did يعني ماضي يبقى يقول هنا i went by bus ذهبت بالباس i went by car ذهبت بالسيارة i went by train اي وسط لت موصلات طب نمبر ثري السؤال نمبر ثري الاجابة بتاعته فيها yes الاجابة فيها yes بقول yes i enjoyed it very much قالوا نعم لقد استمتعت اه نعم هل يبقى هسأل هنا بهل طب هبدأ الفعل السؤال بفعل مساعد هل في عندنا فعل مساعد في الجملة ما فيش لكن انا enjoyed فين في اخرها i d هبدأ بمين ايوة ب did يقولوا did you enjoy your visit هل استمتعت بزيارتك اللي بعد كده عندنا هنا ترجمة عندنا انا اربع ترجمات بالترانسليت انتو ارابيك ترجم الى اللغة العربية والترجمة زم احنا عارفين في العربي والانجليزي الجملة بتختلف قلنا بكده الجملة في العربي عندي اما جملة اسمية يعني جملة فعليا يعني ممكن ابدأ الجملة في العربي بيلعب او اللاعب ممكن بقول يزرع او الزارع ممكن اقول يدرس او تدرس لك الجملة في الانجليز جملة حجم الاتنين جملة خبرية تبدأ بفعل وفعل اخيرها فلسطوب اما الجملة يعني مثلا قبل ما ترجم كده يا ريت معانا هنا بصت هنا معانا كده الفرق بين الجملة هنا في العربي والجملة في الانجليز هنبص معانا في الورق هنا ان الجملة في العربي بتبدأ بفعل الجملة في الانجليش بتبدأ فعل بصت معا هنا بقول لي أنيز هلبز دايجيشن أند امبروفز أبيطايت بدأ أنيز فين الفعل اللي هنا الفعل بتاع اللي هو هلبز يساعد يبقى لما جاء ترجم أبدأ بالفعل اللي هو ده وممكن أبدأ بالفعل يساعد 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 هذا الشيء دايجيشن دايجيشت بس معنى يهضم طب ION يبقى الهضم and improve وبيحسن الأبيطايت يبقى ده اسم شيء أنا بترجم معنى يبقى هو بقول لي هنا ده اسم شيء بيساعد في عملية الهضم وكذلك بيحسن في الشهية بيرفع الشهية اللي هو مين أيوة اللي هو يساعد الينسون في عملية الهضم يبقى بدأت هنا بيساعد وممكن أقول الينسون يساعد في عملية الهضم وتحسين الشهية أو يساعد الينسون في عملية الهضم وتحسين الشهية طيب الجملة التانية بقول إيجيبت is one of great agricultural countries in Africa بقول لنا مصر is ممكن أقول مصر هي مصر تكون واحدة من great agricultural countries من الدول الزراعية المهمة في مصر أترجمها إزاي أبدأ بإيجيبت يبقى إن مصر واحدة من الدول الزراعية الكبرى ما فيش إنا في جملة بتاعة الإنجليز جبنا إنا دي منين في عندنا بعض العبارات تكتب العربي ما تترجمهاش بالإنجليز زي إن وقد يبقى إن لقد زي الضمائر المستاتلة اللي ما يكتبهاش عندي بكتبه في الإنجليز إن مصر واحدة من الدول الزراعية الكبرى في أفريقيا اللي هي بترجم منها من إيه من الإنجليز طب عادة ترجم من العربي للإنجليز هترجم من العربي للإنجليز نشوف كده طيب بقولي ترانسلات انتو انجليش ترانسلات انتو انجليش ده معنا آخر آخر حاجة هنشوفها وبعدين نحاول نقول لكم نلخص باختصار إحنا تكلمنا عن إيه في كلمتين ماشي يعني ترانسلات انتو انجليش ده ما قلنا بقى ترجم إلى الإنجليزية بقى مش لازم أترجم بالحرفة ترجم المعنى الجملة عندنا بتقول كده العمل الجاد هو أول خطوات النجاح العمل الجاد هنا العمل والصفة الجاد يبقى أنا أبدأ بمين في الإنجليز بالصفة عبل العمل اللي هو مين الجاد هال الجاد هنا معناها يبقى hard وكلمة hard بستخدمها يبقى hard work هو مش لازم أقول هو هي أنا مجرد أقول is يبقى خلاص خلاص اول خطوات اول عارفين الاول والثاني first with the first اول خطوة اول خطوات النجاح يبقى نقول ابدأ بكلمة العمل الجاد هو يكون بدل مش هقوله هي العمل الجاد is العمل الجاد يكون خطوة من الخطوات الاولى ولا التانية ولا التالتة يبقى العمل الجاد هو اول خطوات النجاح يبقى hard work is the first step to success الى النجاح الجملة اللي معنا التانية من المؤكد ان المدير ليس بمكتبه كل الانوار مطفقة اللي احنا قلناه في الاول لو احنا فاكرين لما رسلت لكم الرسمة لما يكون متأكد من شيء هو موجود اقول must be صح طبعا لو متأكد ان الشيء ده لا يكون يبقى can't be من هنا الفاعل اللي ابدأ بيه اقول من المؤكد حد يقول لي from sure في عكا اسمها from sure انا هبدأ بالفاعل من الفاعل بتاع الاسم هنا ايوة the manager المدير طب المدير انا متأكد ان هو يكون ولا لا يكون لو متأكد ان هو يكون اقول must be صح طب لو متأكد ان هو مش هيكون اقول ايه can't be يبقى هبدأ بمن the manager وقلنا من شوية من المؤكد انه لا يبقى can't be يبقى من المؤكد ان المدير ليس ليس يكون يبقى can't be خلاص في مكتبه in his office ليه بقى التأكد وصلي ان كل الانوار اللي يبقى all lights كل الانوار ما لها مطفقة اللي هي are وحنا قولنا بيطفق turn off بيشغل turn on باخد الصفة من حرف الجر ونقول كده the manager can't be in his office all the lights are off تقريبا ده اخر حاجة عندنا بس انا عايز اقول في كلمتين احنا النهاردة اتكلمنا عن مجموعة من grammatical points اللي هي النقاط اللغوية اللي تخص past perfect الماضي التام اللي هو بتكون من هاد زائد التصريف التالت اه هاد زائد التصريف التالت وبيجي دايما كلمتين ما كانوا متكرروا في الجمل بتاعت اللي يمين by the time وين وقلنا ان by the time دايما ان هي وين بعدها الحدث الثاني ويكون ماضي بسيط الحدث اللي بعد كده بيجي في وخدنا حاجة بتكلم على اللي هو التأكد وقلنا اما استخدم بي انا متأكد من هذا الشيء او متأكد برضو ان هذا الشيء بس لا يكون بيستخدم ايه can't be وخدنا ايضا ترتيبة من باقي الازمنة اللي هي الباست سيمبل والباست والبريزنت كونتينيس المضارع المستمر وازاي يستخدم على المضارع التام المستمر اللي بتكلم عن اكتر او الزمن اللي بدأ في الماضي ومازال مستمر حتى الان بعد كده رجعنا الكلمات اللي تخص لو فكرين اللي بتخص اللي تربية الدجاج وكذلك زراعة الاسماك اللي هي مزارع الاسماك ودي كانت الحلقة بتاعتنا النهاردة اللي ان شاء الله دي اخر حلقة عندنا في المراجع بعد كده ان شاء الله تبدأ الترمي التاني واتمنى ان يكون الاستفادة للناس كلها تقدر تتصرف في الامتحان باذن الله تعالى واشكركم والى اللقاء قادم ان شاء الله